أنا تعبت أكثر من اللي يركبون لا ليش 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 شفيش شفيش تعطال المبارات الحين المبارات أهم الفواتير لا مو أهم بس المبارات يعني ما فوقي له شيء وتخلص خمس دقائق أعطال على المبارات وبعدها جابل اللي تبينا زلت شقينهم عشان أشوفهم بعد المبارات جابل جابل يلا شوف حسب يلا يلا حسب شو حسب موعد متعدلين ما قدر أحسب شيء يطري أنت شفيك الحين مجاب المبارات من خليني قاعد أحسب وهذا ترى كلها فواتيرك كلها فواتيرك حلو ختخلص المبارات وأنا حسب فواتيري بنفسي يعرفي حسب بس ختخلص المبارات حفية حفية تكثين وليسهل يعني شبتفيت نافية الحين المبارات المبارات بتسكر الأقصاد وبتسكر كل شيء الحين أنت فيستك فيستك أقولك تقولي الشهر الياي كل ما قلت لك شي قلت لشهر الياي ليه متى وعصة ما كلمت لك قلت لشهر الياي شهر الياي شهر الياي وكل شهر تسوي نفس السالفة ليه متى بالله ما تقول لي؟ ما ناتش شهر الياي انت بعد دامتش فاهم اليانا قولش حقها بعصبة تكفين ولي سلمتش خلطالع المبارة ما باقي عليها الشي خلنا شوف توا يعني يبكين يقولون انت بتينني؟ بتخلي عقلي زر يني؟ ما دري انت ما دري شنا نتفكر أنا طقت شبدي لاعب شبدي معاشك ما يبقى منه شي ما قاعد تساعد بولا شي بها البيت أنا شا سوي بالله؟ حلو خذي كرت البنك مالي وخلي عنده شو صرفي منه اللي تبينا بس خلني يطالع المبارات الله وكرت البنك عادة اذا قلت لي خذي كرت البنك بتعطيني على انا ما في ولا فرس مفلس 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 ما في ولا بيزة زيانا شا سوي ذا البنك يقص مني قز الفيزة قز السيارة البنك وفيدي يقص من اللحمي خلط على المبارات منك انت قاعد تجابني خلي المبارات تتوليها الحين منك انت ما حد قال لك تقبيستك أربع تالاف دينار واي كان زين الاربع تالاف علي وعلى عيالي وعلى بيتي على ربك عسى ما قالوا لك يلا نسافر يلا لأنهم فاضين تافين لا ما اسمحلك تحكيتي عني قلت مي خالف سكيتي التلفزيون قلت مي خالف عايرتيني بالفيزة والاقصاد قلتيني معاشك ما يبقى شي قلتلك مي خالف تافين رجاء انت ما تعرفينهم ترى ربع والله زكرت وناسة بالسفر فلة ضحك وناسة ترى تافين وفاضين هذون ما يتحملون مسؤولية انت ريال مسؤول عندك بيت عندك عيال عندك مرة ما عندي مشكلة تروح تسافر مع ربعت بس دير بالك على البيت ادفع أشيائك جاب البيتك وبعدين روح عساك ما رجعت تصبح على خير حبيبي وانت من الخير ونوم حني ما اسعاد منهم تحب ونوم نامي جاسم كان بخيل هو على قولته يحب التوفير بس تدرون كان يحب التوفير بكل شي حتى بمشاعره ما كان يسمعني كلمة حلوة ولا يقول لي يحبك إلا في المناصبات الرسمية والأعياد الوطنية كالكلمة بالقطارة عكس زوج مريم